متتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 82 من الدرس 20 تنظيم وعرض البيانات لنبحث جميعا جمع أستاذنا بيانات حول إنتاج إحدى الضيعات الفلاحية بسهل الغرب بين سنتي 2013 و2018 إذن هذه المعلومة هذه جمعهم الأستاذيالنا بين سنة 2013 و2018 وطلب منا إتمام ملء جدول البيانات أسفله لأن عندنا إنتاج القمح حسب السنوات بالقنطار 2013 300 قنطار 2014 150 قنطار 2015 200 قنطار 2018 300 قنطار نكمل ملء هذا الجدول عندنا السنة ننقلنا 2013 حتى الـ 2018 2013 2014 2014 2015 2016 الإنتاج بالقنطار 2013 300 قنطار 2014 150 قنطار بإمكانكم بإمكانكم تكملوا إنتاج أو ملء هذا الجدول تكملوه بالإنتاجات ديال كل سنة بالقنطار إذن 2014 150 قنطار 2015 200 قنطار 2016 100 قنطار 2018 300 قنطار السؤال السؤال با تمثيل البيانات بعصي على المبيان أمامه تحديد السنة التي تم فيها تسجيل أعلى إنتاج أقل إنتاج إذن قبل أن نحدد أعلى إنتاج وأقل إنتاج سنقوم بتمثيل هذه البيانات فهذا المبيان سنمثلها بالعصي يعني بالأشريطة فعند إنتاج القمح بالقنطار سنوات لإنتاج سنة 2013 تم إنتاج 300 قنطار عندنا الإنتاج بالقنطار 50, 100, 150, 200, 250 300 ف300 قنطار تم إنتاجها سنة 2013 فقال نجيب 2013 ونطلعوا احتل 300 ثم سنة 2014 تم إنتاج 150 قنطار 150 قنطار 50, 150 سنة 2014 150 مقاوطة لإنتر نصوله 150 أما سنة 2015 فتم إنتاج 200 قنطار 200 قنطار سنة 2016 وسنة 2016 تم إنتاج 100 قنطار سنة 500 تم إنتاج 100 قنطار 2016 سنة 2016 سنة 2016 سنة 2017 تم إنتاج 250 قنطار نضيفه هنا 2017 وسبعة عشر وسبعة عشر مئتان وخمسون سننضيف واحد الخانف الجدول 2017 مئتان وخمسون قنطار مئتان وخمسون قنطار 2017 عندنا مئتان جي هنا مئتان وخمسون قنطار سنة 2017 ثم 2018 300 قنطار 2018 300 قنطار ثم نوصله 300 ثم 300 قنطار سنة 2018 ثم نحدده أعلى إنتاج فكاللحظة أكبر عمود لهودي 2018 وكذلك 2013 متساوين ثم أعلى إنتاج سنة 2013 وألفاني وتمانية عشر ألفاني وثلاثة عشر وألفاني وتمانية عشر أقل الإنتاج سننشوفوا أصغر عمود أصغر شارد لهودي دي الالفاني وستة عشر بحيث الإنتاج بلغة فقط مئت قنطار إذن الالفاني وستة عشر السؤال ذات في رأيك ما هي الظروف التي ساعدت على الحصول على أعلى محصول إذن الظروف التي ستساعد على الحصول على أعلى محصول بسهل الغرب خاصة أن سهل الغرب يعتمد على التساقطات المطارية لأنه يعتمد على الزراعة البورية التي تعتمد فقط على التساقطات المطارية فقد أنقل وفرة وفرة التساقطات وفرة التساقطات يعني كترة التساقطات إضافة إلى استعمال المبيدات استعمال المبيدات ضد الحشرات الضارة فمن كتكون تساقطات وفيرة وكتكون كيستعملوا الفلاحة مبيدات دير الحشرات فكتكون وفرة دير المحصول وكيكون الإنتاج لهو وفير إذا نقلنا وفرة التساقطات واستعمال المبيدات ضد الحشرات الضارة ضد الحشرات الضارة أولا الجدول يبين الرياضات التي تقدمها ثلاثة أندية بمدينة القنيطرة أقرأ هذه البيانات الواردة في الجدول وأجيب الكاراتي الجيدو اليوغا جيمناستيك جنباز رفع الأثقال رفع الأثقال الن cost النادي يقترج اكبر عدد من الرياضات مثلا النادي national يقترج الكاراتي الجيدو الجيمناستيك الجنباز النادي B يقترج كي Leave النادي C يقترج الكاراتي الجيدو اليوغ الجيمباز رفع الأثقال الأثقال الذي يقترحه أكبر عدد من الرياضات كاللاحظوه هو النادي الس يقترح واحد جوش ثلاثة ربعة خمسة يقترح الرياضات كلها لعندنا في هذه الدول النادي اك يقترح فقط ثلاثة دي للرياضات النادي بي يقترح فقط رياضة واحدة إذا النادي الذي يقترح أكبر عدد من الرياضات هو النادي الس النادي الس أقل عدد من الرياضات كاللاحظوه النادي بي أكثر من ثلاث رياضات أكثر من ثلاثة ديال الرياضات فالنادي A يقترح فقط ثلاثة ديال الرياضات أما أكثر من ثلاثة ديال الرياضات فهو النادي C الذي يقترح جميع الرياضات وهو كذلك النادي C إذاً C يقترح جميع الرياضات أكثر من ثلاثة ديال الرياضات وأكبر عدد من الرياضات أما النادي B فهو كي يقترح فقط رياضة واحدة لهي اليوغا وثبت تعلماتي ننظم بيانات في جدولين ونمثلها لتسهيل قراءتها وفهمها ومعالجتها لأن الجدول الأيام التساقطات الميبيان فهذا المعطية دي لد الجدول تم تمثلها في هذا الميبيان فكن ننظم بيانات في جدول ونمثلها لتسهيل قراءتها وفهمها ومعالجتها باش نسهيل القراءة دي لها وكن نفهمها ومعالجتها تنظيم اوغانيزاسيون معالجتون تغيتمون تأويل رسم بياني غرافيك رسمون ميبياني او لرسم بياني فهذا تمثيل او لرسم بياني غرافي وبهذا نكون قد أنهينا تمرين الصفحة 82 نتقي في الصفحة 83 اوغفا